في فوضى البرلمان أن هناك تخادم بين التيار الصدري وبين تيار المالكي أدى إلى هذه الفوضى في البرلمان النتيجة أن التيار الصدري يريد أن يحاسب الفاسدين وكان ينطق بها كثيرا أن أول الفاسدين هو المالكي هذه الفوضى اليوم حتى مع المتخادمين سوف تتطور إلى حالة سيئة جدا القول الفصل للمحكمة الاتحادية وبالتالي هي التي ستؤكد صلاحية ما خدث من عدمه الأضفاء وتحويل الأزمات وترحيلها إلى الشارع العراقي وإلى الساحة السياسية من أجل الحصول على مناصب أو البقاء فيها هو غير دقيق وغير صحيح يجب أن يتخلى السياسيون العراقيون بروح من الإيثار وبنفسية تعاونية أكثر من السابق